السلام عليكم ورحمة الله أرحم بكم طلابنا الأعزاء وحياكم الله وكل اللي موجودين على تطبيق القوغل ميت الانتصال المباشرة الآن طلابنا الأعزاء تسمعون إن شاء الله صوت واضح صوت واضح نعم طلاب اللي نجحوا حياكم الله حتى لو ما عدكم كتاب مو مشكلة بس تابعوا إيانا تابعوا إيانا وبس ما لكم علاق إذن طلابنا الأعزاء حياكم الله وبهاي الفرصة اليوم أريد أقل لكم شغلة مهمة طلابنا الأعزاء اللي إلى واهس يقرأ يقرأ إليكتروني أو يقرأ حضوري اللي إلى واهس يقرأ يقرأ اللي ما إلى واهس ما يقرأ الدرس إليكتروني الدخل خصوصي هو ما يقرأ ما يقرأ فهذه الدورة لا تقول إليكتروني وما راح استفاد من عندهم أدري الشنوب لا راح تعلم إذا صدق إليك واهس وجاي تريد التعلم أما إذا أنت جاي تدورك لاوات حشاكم وما جاي تتعلم صدق وجاي تريد تتربتها حشا سامع شلون ما كان فوالله ما راح تتعلم إذا أنت إليك واهس صدق تنجح تابعوا إياي أول بأول راح أخليك تضمن النجاح أول درس اليوم أول درس راح أبديلك من الصفر راح أعتبرك طالب أول متوسط وأبدي وياك ما راح أعتبرك ثالث متوسط ولا راح أعتبرك ثاني ولا راح أعتبرك ناجح من صف الأول ثاني متوسط أبدياك من الصفر هذه الدورة راح تبدي وياك من الصفر كل اللي يريده من عندك التابعوا إياي أول بأول وشغلك على الشي وشغلك على ملاحظة تكتبها يمك اكتب يمك ملاحظة ضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية مهمة جدا اكتب يمك ملاحظة ضمائر الفاعل باللغة الانجليزية ョك المقاعدة طبعا ضمائر الفاعل مثل ما تشوفها قدامك اللي هي معناها أنا معناها هو معناها هي لغير العاقل ذي معناها هم والوي معناها نحن واليو معناها أنت أو أنتم هذول الضمائر لازم ينحفظون باللغة الإنجليزية والعربية ذني أساسيات يا طلابنا الأعزاء إذا ما تحفظهم صدقني ما راح تتعلم إنجليزي وراح تنجح بالثالثة المتوسط فهذه الضمائر الفاعل كلش مهمة وهذا هو الدرس الأول من دروس اللغة الإنجليزية لأصف الثالثة المتوسط بشرح جديد سواء إذا كنت دور ثاني أو إذا أنت كنت سنة جديدة تابعويا وصدقني راح تستفاد جدا بهذه الدورة هذه هي ضمائر الفاعل كلش مهمة زين هس طبعا هنا يعني أريد من عندك أيضا تقرالي أدوات السؤال هذن كلش مهمات الوات والواي والوير والهو والوين والهو هذن يهم كلش مهمات ولازم تعرفن لأن راح يساعدنك بحل القطعة الخارجية إذا اكتب لي ملاحظة يمك ثانية اكتب يمك ملاحظة ثانية طلابنا لأعزاء تسمعوني الصوت واضح إن شاء الله تسمعوني طلاب افتحوا المايك وحدش عادي مو مشكلة الصوت واضح إن شاء الله تمام إن شاء الله منو يانا طلاب دور ثاني منو منكمل باللغة الإنجليزية الدور ثاني حياكم الله حياكم الله يا أهلا وسهلا بكم طلاب الدور الثاني أو سنة جديدة حياكم الله عيني هذن أدوات السؤال كلش مهمة راح يساعدنكم بحل القطعة الخارجية القطعة الخارجية هنا بهذه الملزمة راح تقدر تحلها هنا عندك الوط معناها ماذا الواي معناها لماذا الوير معناها أين الهو معناها من والوين معناها متى أو بعض المرات عندما والهو معناها كيف هذن أدوات السؤال إذن هسا إحنا بالبطء اليوم شخذنا بهذا الدارس أول ما أخذنا ضمائر الفاعل ذن وحفظ مهمات وأيضا أخذنا أدوات السؤال مهمات هذن شغلتين مهمة طيب حفظ باشر أسألكم بهن يعني هسا راح نجي على شغلة ثالثة مهمة جدا وهي المعاكسات عدنا بالكتاب عدنا بالكتاب معاكسات المتضادات طبعا هاي المتضادات أو هذي المعاكسات يعني موجودة دائما أو تجيك بالسؤال الرابع فليوم إحنا راح ناخذهن هذني وأيضا نسوي لكم بهن امتحان الباتشا طيب المعاكسات هما تيرابل عكسها فانتاستيك ياريت الكل ويا يقرأ حتى إذا أنت ما تقدر تفتح مايك أو إذا أنت يعني مثلا فهذه المعاكسات كلش مهمة المعاكسات هذه لازم نحفظها ياريت حسرح أقرأ وإنت أقرأ ويايا اللي يقدر طبعا اللي يقدر واللي ما يقدر عادي بس أهم شي تقرأ سد المايك وتقرأ يلا biggest تقرأ إذا عندك اكتب واييا معنى سيء معنى سيء معنى فانتاستيك vardорон معنى فانتاستيك اقرأ واييا طلابنا العزاء انت سعدت لو انت سعدة المايك مو مشكلة اقرأوا يا ايه terrible fantastic terrible fantastic terrible fantastic اقرأ وايه على مو دي النطق يصير صحيح على مو تقدر تحفظها بالنسبة لطريقة الحفظ هي طريقة التكرار terrible اظل اكتب terrible سيء terrible terrible fantastic fantastic اظل اكتبها عشرين مرة عشرين مرة اكتبها يا الله احفظها يا طلاب ما يصير تكتبها مرة تلاث مرات وتقول لاني حفظتها ما يصير terrible ترابل فضيع فانتاستيك رائع نجعل ثاني كلمة وهي اكسبنسف عكسها تشيب اكسبنسف معناها غالي تشيب معناها رخيص اكسبنسف غالي تشيب عيد ويايا عيد باللفظ واكتب اهم شي تكرر باللفظ وايا ليش؟ انت تmiyorum وين ت elegant تكتب بELI اكسبينسيف غالي cheap رخيص عندك ايضا boring mummel interesting boring mummel interesting nos칫ة الموجود I don't know boring interesting boring interesting boring interesting هذه الجملة الكلمات أظل أعيد بيهن أكثر من 10 مرات 15 مرة أكتبهم بالإنجليزي وبالعربي لا تنسى كتابة بالإنجليزي وبالعربي نعم من عنده سؤال عندك أيضا كلمة أقلي قبيح عندك بيوتفل أقلي بيوتفل انتبهم ويايا وكل كلمة قللك إياها أحفظها ويا رأي تكتبون ملاحظة يمكم هسا عندك أقلي يعني قبيح بيوتفل جميل اكتب يمك ملاحظة اكتب يمك ملاحظة قبل أن نخلص هذه المعاكسات اكتب يمك ملاحظة طريقة حفظ طريقة حفظ المعاكسات هي طريقة حفظ المعاكسات هي اكتب يمك ملاحظة طريقة حفظ المعاكسات هي كتابة الكلمة كتابة الكلمة باللغة الإنجليزية والعربية أكثر من 20 مرة كتابة الكلمة باللغة الإنجليزية واللغة العربية أكثر من 20 مرة كتابة اللغة الإنجليزية كتابة الكلمة المعاكسة أو الكلمة باللغة الإنجليزية والعربية أكثر من 20 مرة رح أعيدها للمرة الثالثة شلون أحفظ هذه المعاكسات طريقة حفظ المعاكسات هي كتابة الكلمة باللغة الإنجليزية والعربية أكثر من 20 مرة مع اللفظ يعني أنت من تكتب من تكتب الفض يعني مثلا ريحفظ كلمة اغلي او بورنغ بورنغ ممل ترسنغ ممتع بورنغ ممل ترسنغ ممتع واللي يقوله هواي وما ألحق يعني انت اذا ما تقدر تكتب الكلمة عشرين مرة لعد انت ليش جاي تدرس بطل لا تدرس روح شوف لك غير شغلة اذا انت ما تعب نفسك على ما تحفظ معاكسات حتى تنجح ولا تقولاني ما ألحق او ما عندي وقت لعد انت لا تدرس عوف الدراسة عوف بطل بطل روح شوف لك غير شغلة انت جاي التعلم هنا جاي تدرس انت هنا لازم تتعب لازم تتعب والله العظيم والله العظيم انا انا احب الانجليزي وقوي باللغة الانجليزية وجبت باللغة الانجليزية وبوكتها يعني 95 ما ادرستها 96 بالثارث متوسط والله العظيم تشنت احفظ الكلمة اكتبها والله العظيم 50 مرة اكتبها بالانجليز وبالعربي ابني العزيز اخوي العزيز اختي العزيزة طريقة حفظ الأفعال أو الكلمات أو الجمل أو الإنشاء هي الكتابة باللغة الإنجليزية حتى الإنشاء راح أحفظكم أعلمكم مشلون تقروني أنا شوية بطريقة تدريسي ممثل بقية الأساتذة يعني ما احترامنا كل الأساتذة هم طريقة تدريسهم أحسن تطريقة وكل من عند طريقة تدريس محترمة ولكن أنا من أدرس الطلاب أحب أشرح له شلون يقرأ يعني أعلمه شلون يقرأ أقول له هذه المادة يجب تقراها هذا الإنشاء يجب تحفظه أفهمه شلون يحفظ لأن نص الطلاب عدل ما يعرفه شلون يقرأ فإنت إذا تابعت ويا صدقنا راح تستفاد إن شاء الله وكل اللي يريد من عندك تنشر هذا الرابط وهذه الدورات لزملائك حتى تصل الخبر لهم لأن هذا الشيء إليك بفائدة وإذا صارت أعداد شبيرة بالصف نعم هذا أول درس وهذه أول محاضرة والمحاضرة مسجلة ونازد راح تنزل على اليوتيوب أيضا طيب هذن إذن هسأ خليكم ويا طريقة حفظ الأفعال المعاكسات هي عن طريق كتابة الكلمة باللغة الإنجليزية والعربية والتكرار أكثر من عشرين مرة إذن إيضا عندك dangerous خطير safe آمن dangerous خطير safe آمن dangerous خطير safe آمن dangerous خطير safe هذه بالنسبة لكلمة dangerous وسيف حاليا أنت أقرأ ويا أي save آمن dangerous خطير اقرأ وياي حتى لو انت سادل مايك مو بشكلة اقرأ وياي old قديم young شاب old كبير بالعمر عكسها young يعني شاب old كبير بالعمر او تجي بمعنى قديم يعني ايضا young شاب unimportant غير مهم important مهم يعني الفرق بيناتهم بس حرف اليو ان بس important unimportant important unimportant مهم وغير مهم وياي كلك اقرأ السعيد وياي important important unimportant unimportant هذه غير مهم important معناها مهم unimportant important مهم هذه هي المعاكسات باشر اسألكم بيهن طالب طالب تحفظ لي اياهن الامتحان يكون على الgoogle meet هنا على هاي المحاضر طيب هسا راح نجي ناخذ كلمة really وكواية اكتب يمك ملاحظة تستخدم تستخدم عبارة really مع الصفة القوية تستخدم كلمة really مع الصفة القوية اكتب لي يمك هذه الملاحظة تستخدم كلمة really مع الصفة القوية اكتب هاي الملاحظة كليش مهم تستخدم كلمة really مع الصفة القوية يلا طلابنا العزاء وياي كلكم شوكت تستخدم كلمة really مع الصفة القوية احسنتم تستخدم كلمة really مع الصفة القوية طيب نجي الى كلمة quiet مع الصفة القوية هسا راح ناخذ عليها امثلة نجي على كلمة quiet تستخدم كلمة quiet مع الصفة ضعيفة تستخدم كلمة quiet مع الصفة ضعيفة اذا really تستخدم مع الصفة القوية والquiet تستخدم مع الصفة الضعيفة تستخدم كلمة really يلا جاوبوني really شوكت مع الصفة القوية احسنتم عيدها مرة ثانية really ويامن تستخدم مع الصفة احسنتم طيب وquiet ويامن تجي وكوايت مع الصفة الضعيفة أحسنتم يا أبطال مع الصفة الضعيفة والله العظيم والله اللي راح يتابع وياي والله يعتبر نفسه باللغة الإنجليزية ناجح بس اللي يتابع وياي كلمة really مع الصفة القوية quiet تأتي مع الصفة الضعيفة إذن هستعدناك كلمة really ويا من تستخدم كلمة really كلكم وياي ويا من تستخدم حلو ولي quiet مع الصفة الضعيفة يصير لك واس فالتابع ويانا تستفاد جدا إشغال الله طيب أخذناك كلمة quiet وأخذناك كلمة really وقلناك كلمة quiet تستخدم مع الصفة الضعيفة حلو والreally مع قوية حلو هسا راح نجي ناخذ مفتاح حل كل التمرين ناخذ لهم مفتاح حل نجي على أول كلمة أول جملة the bantha is really fast إذن هنا مختار really ليش مختار really لأن عندي مفتاح الحل fast يلا جروا لخط جوا كلمة fast بالكتاب إذا أنت عندك كتاب وإذا ما عندك كتاب فالمحاضرة مسجلة وتقدر يشوفها بعدين اللي عندك كتاب جر لي خط جوا كلمة fast يمك بالتمرين هذا التمرين بالكتاب بالضبط إذن مفتاح الحل هو fast شون عرفنا كلمة really طلابنا العزاء شون عرفنا مفتاح الحل really شون عرفنا really كلمة really بالامتحان من الجيك شون تح لأن لا 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 هذا كلام مو صحيح هذا كلام ما اعتمد علي آني غلط هذا كلام مو صحيح مالي الأي لأن الأي أصلا ما موجود بس بالنقطة الثانية ما يصير تختاروني غلط هذا كلام مو صحيح لا لا مو صحيح هذا الكلام تبهوا علي يا طلابي اللي يريد يدرس ويا ويتابع وليلي يريد يضمن نجاح خلي يمشي على طريقتي ولي يقول أخذ طريقة أخرى أخذ هو يطرق بس أنا طريقتي مضمونة إن شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى هاي ملزمتي وهذا شرحي وراح تشوفه اكتب يمك ملاحظة مفتاح الحل مفتاح الحل تابعوا يا موجود صفحة تسعة أعتقد هذا الكتاب هذا التمرين انتبه يمي صفحة تسعة بالنشاط تمرين إي جر خط جوه كلمة فاست مفتاح الحل فاست فاست معناها سريع فاست كلمة سريع لو يعني مفتاح الحل فاست سريع لو سريع كلمة يعني قوية لو ضعيفة صفة قوية لو ضعيفة أنا أرجع سألكم سؤال قوية إذن إذا الفاست قوية راح نختار لها كلمة ريلي ليش لأن ريلي تستخدم وياما وهي الصفة القوية أكو طلاب يقولون نمشي على الأي أكو طلاب يقولون نمشي على الأي زين هس هايا رقم واحد ما بيها أي شل راح نختار لها ريلي يالله جاوبوني أنا أريد قاعدة أمشي عليها لو على المعنى لو على الأي أنا ما أريد أنا ما أريد أدوخ الطالب طلابنا أختي العزيزة أنا ما أريد أدوخ الطالب وأنطي أكفر من قاعدة أنا أنطي ملاحظة وحدة أقل للصفة القوية أختار لها ريلي الصفة الضعيفة أختار لها كوايت ليش أجل نمشي على الأي بعدين أو قل لا أمو ألي على المعنى أحنا نمشي على قاعدة لو على المعنى لو على الأي وحدة من العدن ملاحظة تشليئت تقولين ها إذا عدنا قبل الاختيار نختار ريلي زين هاي الجملة الأولى ما بيها شو راح نختار ريلي فيش حارة طالب بيش راح يسوي ها إستفاد قوية ما لاته لا هذا كلام إت مو صحيح طلابنا الأعزاء وأنا متأكد من هذا الشي كل الطلاب انتبهوا على ملاحظتي واخذوها وهذا كلام أنا ما مستفاد من عندكم شي كلام داء سويلكم يا والله العظيم لله مساعدة لكم لا رأيض من عندك شي كل شي ما رأيض من عندك امشي على طريقة صحيحة المفتاح الحل هو فاست جر خط جوا كلمة فاست أحفظ فاست معناها سريع على هاي النظام امشي إذن طلابنا الأعزاء جملة الأولى لمفتاح الحل هو فاست مفتاح الحل فاست جر خط جوا كلمة فاست واحفظها فاست معناها زريع من تجيك بالامتحان أدور جملة أقرأ وين ألقى فاست هاي فاست يلا لقينا فاست خلص إذن اختار ريلي ليش لأن فاست معناها قوية وصفة قوية طيب نجعل كلمة ثانية الجملة ثانية الجملة الثانية يقول بيوتفول شيب يعني شكل جميل يقول اي لوف ات أنا حبيتها إذا هو حب هذا الشي فهذه صفة قوية إذن نختار ريلي مفتاح الحل اي لوف ات شون عرفتها من اي لوف ات أنا حبيت هذا الشي بما أنه أنا حبيتها إذن هو شي صفة قوية نعم صفة قوية صفة قوية صفة قوية طيب إذن مفتاح الحل الجملة الثانية اي لوف ات رقم ثلاثة رقم ثلاثة مفتاح الحل هو I think بمعنى أنا أعتقد إذا نجر لي خط جوا كلمة I think واكتب لي معناها يعتقد وهي مفتاح الحل والحل الصحيح هو quiet وعندك رقم أربعة The exam was quiet difficult but not like the one last year يقول بس مو مثل not like مو مثل السنة الماضية إذا نقول لك أنا مو مثل السنة الماضية معناها ضعيف يعني معناها السنة الماضية كان أقوى إذن مفتاح الحل not like the one هذا هو مفتاح الحل جر لي خط جوا واحفظ لي معناه هو مفتاح الحل معناه ليس مثل السنة الماضية يعني معناها مو مثل العام إذن هذه صفة ضعيفة لذلك اختارينا الـ quiet هذه هي رقم أربعة طيب نجي على رقم تمرين A أيضا هذا تمرين مهم أعتقد هو صفحة عشرة هذا تمرين كلش مهم ودائما يجيب الامتحان وكتب لي علي ملاحظة كتب لي علي ملاحظة كتب علي ملاحظة كتب علي ملاحظة أي صفحة عشرة صفحة عشرة نعم اكتب لي في تمرين A صفحة عشرة ملاحظة في تمرين A صفحة عشرة في تمرين A صفحة عشرة هناك كلمات هناك كلمات هناك كلمات غير مرتبة يعني مخربطة هناك كلمات غير مرتبة يجب علينا في تمرين أي صفحة عشرة هناك كلمات غير مرتبة يجب علينا ترتيب الكلمات وحفظهم يجب علينا ترتيب الكلمات وحفظهم في تمرين أي صفحة عشرة هناك كلمات غير مرتبة يجب علينا حفظ هذه الكلمات بالشكل الصحيح يجب علينا حفظ هذه الكلمات بشكل صحيح. عدنك سويت. شوف قيل لك سويت حاطينها ويا الباك. انا حلاكيها قيل لك سويت شوب. سويت شوب. اذا بنجي بالامتحان احنا راح يجيب لنا الاستاذ سويت وياها قيم. انت شا سوي تحط لسويت وياها شوب. تختار له. سويت وياها شوب. كار وياها بار. ايج. وهذا هو التمرين قدامك. محلول. طيب. هسا راح نجي بعد نحتاج. شغلتين. الملاحظة الاولى فهمناكم شنو هذا التمرين. كلمات غير مرتبة. احنا لازم نرتبها بالشكل الصحيح. نختار سويت وياها شوب. هذا الملاحظة الاولى. النقطة الثانية المهمة جدا. اللي هي. طريقة الحفظ. شون تحفظها. طريقة الحفظ هي كتابة كلمة سويت شوب. اكتب بالانجليزي سويت شوب. سويت شوب. اكتبها اكثر من مرة. واقراها. اقراها سويت شوب. اقراها. الفضها. هذي من خلال القراءة. او من خلال الكتابة. ما راح ابدا تنساها. اذا كتبتها. بس مو تكتبها ثلاث مرات وتجيني تقيل. الاستاذاني. كتبتها وما حفظها. لا تكتبها فيد عشرين مرة. خدم مستعش مرة. شوية يعني تعب نفسك. دفتر وقلم حط دفتر وقلم. وقعد اكتب. سويت شو ب. سويت شوب. سويت شوب. سويت شوب. طبعا انا راح اكتب راح اقرالك اياها بالانجليزي وانطيك معناها بالعربي. وتبقى عندنا شغلة. شلون تجي بالامتحان. هسا شوية راح اشرح لك شلوان تجي بالامتحان. هسا راح اشرح لكم شلوان تجي بالامتحان. طيب اذا هسا راح اقرأ لكيها اني. واطك معناها بالعربي. وانت اقرأ ورايه. بدون ما تفتح مايك. اقرأ ويايا بدون ما تفتح مايك. بس ليش علم وتتعلم على النطق الصحيح. سويت شوب محل حلويات. موقف السيارات يعني القراج. تتعيدون ورايا لو لا طلاب. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر